رغم الإجراءات الاحترازية لا تزال حالة القلق تسيطر على العالم مع ارتفاع أعداد الوفاية والإصابات يوما بعد الآخر بسبب فيروس كورونا دون التوصل لعلاج فعال له حتى الآن وما يزيد الأمور تعقيدا هو أعلن منظمة الصحة العالمية أن بعض بلدان العالم ليست مستعدة بشكل كاف لمواجهة تفشي الفيروس هذا الوباء يشكل تهديدا لكل بلد لكن نشعر بالقلق من أن مستوى الالتزام السياسي والإجراءات التي تظهر في بعض البلدان لا تتناسب مع مستوى التهديد الذي نواجهه جميعا تصريحات تزامنت مع تسجيل السلطات الصينية رقما جديدا في أعداد الوفاية والإصابات لتتجاوز حصيلة الوفاية الثلاثة آلاف فضلا عن عشرات الآلاف من الإصابات وفي كوريا الجنوبية سجلت السلطات 42 حالة وفاة بعد تسجيل ثماني وفايات جديدة فضلا عن عشرات الآلاف من الإصابات تطورات دفعت اليابان لفرض حجر صحي 14 يوما على جميع الوافدين من الصين وكوريا الجنوبية وفي العالم العربي أعادت السعودية فتح الحرمين الشريفين بعد إغلاقهما كإجراء احترازي بعد تسجيل إصابات لديها أما في فلسطين فقد تم إعلان حالة التوارئ لمدة شهر ضمن خطوات مواجهة الفيروس بينما لتزال هناك العديد من الإصابات في العديد من الدول العربية وبعض الوفايات في العراق وعلى الصعيد الدولي سجلت الولايات المتحدة ارتفاع عدد الإصابات والوفايات بينما قام نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بزيارة لولاية واشنطن مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد الرئيس أراد أن أكون هنا اليوم معكم نحن هنا للتأكيد أن الرئيس سيوقع على قانون الإنفاق لأننا نضع الصحة ورفاهية الشعب الأمريكي أولا وسنوفر ما يقرب من ثمانية مليارات لهذا ومع تولي الارتفاع المضطرد في أعداد ضحايا كورونا في أوروبا تعالت دعوة بدرورة الإسراع باتخاذ خطوات فاعلة حتى لا يتحول الفيروس إلى وباء عالمية